يا رب اخذ الغسيل كل يوم غسيل ويشير الغسيل ونحط الغسيل يا رب الغسيل يموت انا اتعبت والله عمي اتعبت في بره غسيل برد يا اتعبت اعمل ايه اروحفين اعمل له الزلد طب اعمل ايه قولولي طب يا رب اخذ يا رب يا رب اقلل منه انا اتعبت يا راهواي غسيل شوفوا القتيل شوفوا الغسيل ما بيخلص يا جدعان بغسل بيفئت انا اتعبت والله والله اتعبت يا رب قدر غسيل يا رب خذ زيكم عاملين ايه يا رب اكونوا بخير النهاردة جايلكم فيديو جديد ان شاء الله كده يا رب ينقول اعجابكم الروتيني ومشاجع الجميل ده اللي انا اتعبت فيه جدا 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 والله زي ما بقولوكم كده طبعا يا جدعان انتو بصوا هتتفاجئوا مرة واحدة ان وفاء اختفت من السوشيال ميديا بسبب المشاهدات المقرفة المحبطة ضيعت على رأي الناس اللي بتكتبلي تقولي والله عندك وفاء حاجة تحبط يعني المهم بقى حبايبي كده هتنسوش اللايك والكومنت الحلو اللي بيسايد قلبي ربنا يسايد قلبي يا رب النهاردة كنت متنشطة كده ومتشجعة ان اقوم اشوف اللي ورايا طبعا ان اعايز اقولكم ان انا بقالي يومين ما غسلتش وبقالي كم يوم نفسي ان انا اعمل التلاجة انو اضافها والكلام ده كله وكمان كوكا زي ما انتم شفتوا الفيديو الاخير اللي على الكراك هنت عايز ارز بلبن وما كانش عندي الحاجة بتاعته غير البتاع ده اللبن بس لك انا عندي رز ولا فانيليا ولا ولا نيشة ولا اي حاجة المهم كان فيه لبن بس فالمهم بعد تجيبت الحاجة بتاعته وقلت اعمله لها عشان هي ما تزعلش مني وقلت بعمل لك روتين حلو كده الدنيا مكادش احسن حاجة يعني اللي هو بقى ايه بصه كوم غسيل اه كان عايزي تطبق وكوم غسيل برضو عايزي تغسل فقلت يلا يا بيت يا ففة نشاطي كده وتشجعوا يلا افتح الكاميرا ويعملي فيديوك حلو كده ايه لحبيبك قلت هخلص في اللي معيكم وفي نفس الوقت اشجعكم كده ونشاطكم واهم حاجة تنسوش اللايك والكومنت والله العزيم عارفين انا بيت يعني بيطلب اللايك والكومنت بالعافية اوه والله العزيم مش عايز اطلبه تاني بقى كل واحد بقى حر بقى انت وضميرك كده زي ما بيقولوا اه كنت هقول لكم ايه انا والله العزيم بقى لي بقى لي فترة يا جماعنا مش عارف انا فيها ايه بالزبط بجد والله العزيم اه مش قادر اتكلم كتير مش قادر اعمل حاجة اه حاسة ان انا تعبانة طب فيها ايه بالزبط مش فاهمة حاجة اه لحظة تلقوني فقط وفضل نايمة مش مش عارف اميلي مش قادر اعمل حاجة خالص مش وفاق اللي انتو تعرفوه نهائي فهمة لقول يا رب خلاص بقى يومين كده ويعدوا مش قادرين يعدوا هم بيكتروا مش قادرين يعدوا فالله المستعين يا رب ربنا يا اينا ويقوينة بجد بجد التلاجة عندي كانت متبهدلة وزعلانة او ان انا مكنتش قادر ان انا عملها عملت الفريزر كده من فترة التلاجة ليه تبهدلت اصلا يعني اعتبر التلاجة بتاعتي ما بتتبهدلش انا بس ايه بحس ان هي بتغيم مثلا القرفف دي بتتبهدل كده شوية مثلا مطرح محطة حاجة مش عارف ايه لكن اللي بهدلها لي بقى وكنت ارفانة منها ليون اللي عدوا في يوم كده جي الكهرباء عندي قطعت فترة زي ما قلتلكوا العدات كان مبهدلنا فقطعت يعتبر طول النهور فالحاجة اللي في الفريزر كانت فكت وكانت لما اخذ صربت كده انا ازلت كده حاجات على التلاجة من تحت فطبعا انا شفت على قد مقدر لاني كنتش قادرة ان انا اعملها ما اجدبش عليكم ومسكت الفريزر هو اللي مسكته صبنت ونضفت الحاجة ومساحتها كده مبارا ورجعتها تاني ايه مكانها لان الحاجة كانت يعتبر فكت شوية بس انا هعمل ايه بقى هعمل ايه مضطرة يعني بس يعني فكنت مدقيقة جدا من التلاجة والنهار ده الحمد لله ربنا شجعني كده ونشطني وقلت ايه او ما اعمل لكم فيديو كده امر يشجعكم كده وينشطكم بس انا عايزة اقول لكم كده انا حاسة بعد الفيديو ده هاخد راحة كده شوية يعني المهم بقى يلا نبتدي الفيديو بتاعنا انا ابتديت اول حاجة بايه بالغسيل طبعا هنا انا كنت كنت منديب شوية مع نفسي يعني بسبب الغسيل انا ما غسلتش مبارح الغسيل اللي انتو هتشوفوه ده اللي انا بطبقه او ما غسلتش بقى ليومين كمان الغسيل ده من ساعة ما كنا بننظف الشق انا وهنا انتو بتخيلين او الله العظيم اه كنت ال كنت نشرة البلكونتين مين البلكونتين انتو ما عندك بلكونتين يا وفا كان عندي البلكونة من بره قصد المنشر يعني من بره والمنشر اللي جهو الاتنين كانوا مليانين فكل اللي انشف اشيل احطه عالكنبة كل اللي انشف اشيل احطه عالكنبة فالنهار ده بقى كنت محتاجة ان انا اخسل عندي غسيل رحت شلت كل بقى اللي فاضل حطيته على بقية اللي انا حطيته عالكنبة وقلت ايه هطبقوا معيكم فقلت طبعا ادخل بس احط دورة الغسيل دي اتلا اول اخلص منها وبعد كده اللهم صال على النبي نخرب نشوف المرس تاني اللي برا كان عندي اكل وخلاص بقيت اليوم اللي انا حس ان انا مش قادرة فيه اعمل الحاجات المهمة وابعت اجيب اي حاجة سهلة من تحت مثلا اليوم اللي انا مش قادرة فيه بقيت اجيب اكل من بره مش اجيب عليكم يعني بقول لنفس الفترة كده وتعدي ان شاء الله الله يا جماعة انا مش عارفة انا فيها ايه انا مش قادرة خالص يعني مش عايز افضل اديكو تقصر بيه او كده بس كلنا بالمر بالان انا بقول هولكو ده ساعة معرفش انا متضايقة عشان شغل اللي وقع دوت ممكن ده اللي عمل لي حالة نفسية متضايقة ان القناة نزلت خالص لما تكوني بتعملي حاجة بتتعبي فيها وتحس ان هي نزلت بالطريقة ديت يعني حاجة زعر رغم ان يعني اجتهدت شوية اليومين اللي عدوا بقيت انا نزل لكم في الجوهين في اليوم ولا مبالا لا ما فيش اي حاجة ولا تحسوا ان انا يعني عملت اي حاجة ولا ليهم لازل شغل بيروحها الفوض فربنا سهل بقى وربنا يقدم بال في الخير وكذا المهم دوت بقى فيديو طبعا انا بس الفيديو دوت عشان اللهم اصال على النبي صورته كده قلت اسجله وانزله لكم كده ما تفتكروني بيه كده لو غبت عنوكو ولا حاجة والله العظيم راحت نفسه تسدد اتقفلت خلاص يا جماعة والله العظيم يعني فيديو ده انا اعتبر بسجله لكم كده بالعافية كده بصوا الكسوة الموف ديت مش حد واحد واكتر من حد يشوفها يقول لي وفاء رغمين انا مش هارف يا جماعة انا بحبها والله هي جميلة في الحقيقة عن التصوير فوفاء مش حلوة ما تحطهاش تاني فانا خلاص قلتلكو حاضر مش هحطها تهين اصلي بص انا هقول لكم على حاجة لو ما عنديش غيرها مش هيبقى عند هقول لكم ما عليش يا جماعة بعذروني انا ما عنديش غيرها ما هحطها لكن لا الكسوة التانية فعلا بتبقى فتحة واجمل رغمين انا بحب الموف وانتو عارفين بس طالما اكتر من حد فيكو قال لي مش قدي كده وفاء متبقاش حلوة خلاص مش عندهم فقلت خلاص مش هدايقكم مش هحطها تاني بس عارفين انا جات لفكرة عمل فيها ايه الشلط بتاعة الانطري ممكن احطها بس لشلط الانطري كمفارش يعني كمفارش بس انها تحفظ لي عليها لكن مش هغطي بيها الانطري خالص تاني انا ما حبش ازعلكو برضو والله عارفين انا لو هسيب اليوتيوب خالص عمر ما زعلكو لان انتو عمركم ما زعلكون الناس اللي بتحبني وبتابعيني جدا اه وعارفين انا لما بقولها بطل شغل انا بيصحب علي ان انا ما شوفش الكومنتاج بتاعكم لكني بشوفكم اوه الله العظيم اه هنا اللهم مستعين بقى وهنا برضو طب قولي لي بقى والطايجر دي برضو مضيقكو قولولي 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 والله الطايجر دي كانت غلية وقت ما جيبتها كانت غلية دلوقتي ما ما عاربش سعرها كيم يعني انا بحب الطايجر دي برضو انا بحب حكتي عمتا يا جماعة بحب حكتي ومجتنع بحكتي وردية بيها الحمد لله يعني خير بصوا بقى انا انا ملحقتش يعني ملحقتش افرح بموضوع ابني بقى زي ما نزلتلكو كده على المنتدى وبعد كده زلت الموضوعي لكو انا من سيئة اصلا يعني ما نزلتلكو صور زياد وبابا ووريتكو بقى وهم بيكتبوا العقد بتاع بتاع النادي وكده عشان ابني يتقبل يعني في نادي الحمد لله عشان يلعب كورة والكلام ده فكتب عقد معهم هو وبابا وكده ومضوا الكلام ده كله فانا كانت بالنسبة لي فرحة المفروض والله كنت عملت له حاجة فرحت ومش عارفة انا مبادية لقيت الدنيا مزضبطة معايا مش هقول لكم والله حسد ولا في دماغي الكلام الفارغ ده لا ربنا يخلي عيالكو كله ويا ربي وتشوفوهم في احسن حال دايما مش في دماغي والله ما بحط في دماغي يعني الحمد لله وعلى فكرة ان انت ما تحطيش في دماغي موضوع اللي حسد ده احسن لك يعني عشان ده ده احنا بنتعب الناس اللي بتبقى عندها وسواس بالموضوع ده بتبقى حاجة صعبة بالعكس ممكن ما يكونش في حاجة بلا بتتعب نفسيتها انا ببعدي ما نزلتهم مش مش عارف انا ما مش عارفة في ايه بالزبط اه والله بيت اقول لي بص يا زياد بنساعد محطتك عن منتدى للقناة وقعت عجبك كده اقول لي اموها هي من قبلها ويا وانا انا قد نضحك انا هو انا حتى انا انا مش مزبوطة اه دماغي على طول صدع مستمر اه جسم كله بشتكي منه وجعيني مش مش عارفة ما كنتش عايزة اقول لي كل الكلام ده ونفسيتي تعبينة ومشاهدة القناة وقعت خالص كل حاجة كده حاسة ان هي مش بتزبط معي يعني اعوز بلاك كده مرة واحدة بس يعني فبس ادقولي بقى ربنا ايه فك الكرب ده والحمد لله على كل حيل برضو احنا حسن من غيرنا بس عشان في ناس تخشي تتكلم لا قديني فهمتك بس تفيقي عشان في ناس ساعات كده بتدي كلام ملوش لازمة زيها والله فقلت لا انا شكلي محتاجة ان انا افصل عن القناة كده فترة يا جماعة واشوف دونيتي هتبقى ايه رجعت رجعت ما رجعتش خلاص الحمد لله بس قلت هنزلكو ده الفيديو ده النهاردة عشان تفتكروني يا وفاتي بتودعينها والله ما عرف بسوا انا كل متلغبطة اكيد منكم مر كتير بالحالة اللي انا فيها دي انا كل متلغبطة انا مش عارفة اللي من دولة عايزة ايه ايه اللي يريحني ايه اللي يرديني انا مش عارفة والله زي مبلكو كده بسوا طبقت الغسيل تطبيقه كده محترمة وروحت دخلت شلته كده مع نفسي وارتحت بيدنه لسه الغسطلة كانت شغالة الغسيل على فكرة الدورة اللي انا حطيتها معاكم اه هنا انا قلت بقى هعمل رز بلبن حتى انتو لو تركزوا الصوتي والطريقتي في تسجيل الفيديوهات مش وفاق اللي انتو تعرفوها يعني بس بحاول او بحاول قصة انا ايه ست اوحى شوية جده مع نفسي يعني بقى زي ما انتو عارفين طريقتي بص وفيش فايدة اللبن فار مني صويت الكوباية الرز الاول صويتها كده بالمية وروحت غليت كيلو لبن وبعد ما استويت الكوباية الرز وروحت بنزل عليها كيلو اللبن وحطيت سكر حاصلت ان هي محتاجة شوية سكر تاني برضو حطيت كده شوية قصة فيه سكر بيحلي وفيه سكر ما بيحليش يعني وهنا برضو حطيت كده فانيليا عشان طبعا اتعرفين الفيديو اللي عده كانت كوكي طلبà مني الرز بلبن قلبي يا ناس فقلت لها عمله لك ولاigorاتت جبت بقيتي الحاجة اللي كانت مقصاني وعملته لها في نفس اليوم والله في نفس اليوم اهو لكن انا قمت بقى اسجل لكو الفيديو ده النهاردة هنا بقى قلبت الرز بلبن كده وهنا حطيت معلقة النشا كده في كوباية ميا معلقة منكبار كده حلمين محترمين. عشان يعني يعقدوا كده معي ايه الرز بلبن. يعني ايه يعقد يعني قصدي يمسك كده معي على طول. عشان ما يخدش مني وقت لاني مش قادرة ان انا قفله. اهو. جبت بقى حالة الرز بلبن بتاعت الامر كده. رحتوا جميلة والفانيليا بقى ضربة في الشقة. ايه بقى? ما نقول لكمش يعني. قلت بقى احط لهم كده. بصتوا لما جت احط اللي بتاع ده الجزء الهند. قالت لي ماما حطي فرمسيل. اقول لا يا بنتي ده مش بتحط على كل حاجة. ده عايز جتهات. عايز مثلا ترت كيكاية. لا هي مصممة. ولقيت لكم اخواتها تانين احط يا ماما. قلت لها العلدو الهبل ولا ايه? حطت له. طالما هم اللي عايزين خلاص. هم اللي هيكله. هم اللي حبينا. انا كده كده ماليش في يعني. انا ماليش في الحلو زي ما قلت لكم يعني. انا في نوفلة ما تحسوا ان انا يعني لي يقبول ان انا يكون حاجة مستكرة زي كده. المهم هنا قلت بقى افضل رز بلابان زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده نشوف ايه تاني اللي ورانا. انا بقى قلت يا بنت يا ففة. ايه واي? ايه واي? اتكبر دماغك. يعني كل يوم اقول اقوم اعمل حاجة. ارجع اقول خلاص ايه? مش هقدر اعمل النهاردة التلاجة. ارجع تاني في كلامي. اقول لا يا ففة. لا يا ففة ما ترجعيش في كلامك. كده يعني. كسل وسدت نفس. عارفين يا جماعة? القناة بتعلم ايه? من 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 المشتركين اللي المفروض اللي عندي. يعني ما بشوف قناعة زي كده. وصاحبة القناة بتطلع تكلم المشتركين. اصلا الواحد مش لازم ان يطلع يدمع ويعمل. انتم عارفين بقى مش هنذكر يعني. بتلاقوا على طول المتابعين عالوا القناة. يعني الله يا فقط بنعلها لك ازاي? عشان انت عالها لك ازاي بالشير? اتشار القناة. انك تشار القناة على اي منصة انت فيها مثلا اتشار القناة مثلا على اي مواقع انت بتتفرج انت عليها على الفيسبوك عندك تعمللها مشاركة. اه على الواتساب. على الحالات الخاصة بتاعتك على الواتساب. كده هي القناة بتعلم من كده يا جميع. اه انا الف بس اللي مسحصح معي. في العشر تلاف مشتري. الف بس هو اللي مسحصح معي. مش عارفة الباقي في ايه? راح يجيبوا حاجة ولسه مجوش. المهمة هنا خلصت الرز بلبن. ويجيت هنا. قلت بقى انشر دورة الغسيل كده. ويا بيتي يا ففا ما تبقيش الغسيل تاني كده ايه? ما كنتش قادرة ان انت بقوا والله العزب. بستقول لك الحاجة. يعني ما قعدت كده وتشجعت ما ما خدش ميني حاجة. هو رغم ان انتوا تشوفوه تقوله كابوس. كابوس. هنا كوكا بقى ايه بتحب وانا بنشر كده تفضل تلعبني وتجنيني كده. وانا كوكا قلبي يا ناس مش مش بحب ان انا اشخد فيها كتير. قلبي ضعيف وانا حيتكن ده قوي قوي قوي. الفيديو ده حتى لو اتأخر في التحميل انا حاول نزل لكم النهار ده عشان ده يعني بكلمكم جد مش بهزر ولا هو احتمال فعلا. احتمال اخر فيديو على القناة. آآ بعد ما نزل الفيديو ده انا هاخد قرار يعني في الموضوع ده. المهم هنا حطيت طبعا بقى هلاقي الكومنتات السلبية الزبالة اللي عادين مستنين الخبر الحلو ده. ده بالنسبة لهم خبر حلو بقى. اللي تخش تقول لي اه يا ريت. اه فيديوهات مش عاجبيني. اه مش عاجبيني. عادين مستنين الخبر ده يا جماعة. ما ادركوا يعني انتوا ربنا ايه شايل لكم ايه الناس اللي بتبعا عدم تمنية الوحش كده للناس. ربنا يكفينا شروكو يا رب. الحمد لله انا حياتي مش وقفة على القناة زي ما بقوله على طول. بس انا يعزة علي العشرة. انا كده ما بيني وما بينكو عشرة. يعزة علي ان انتوا ما تشوفونيش تاني الناس اللي بتحبيني قوي. يعزة علي ان ما شوفش الكومنتات بتاعتكو. على ايه نفسي بس لما اشتغلتش. بس بقول لي نفسها تبقى مسألة وقت. كل حاجة بتجي مع الوقت يا. نشور يا بيت يا فوف. نشور يا حبيبتي. نشور يا بيت انت بصي انت ما اقولك ايه. اقولك اليوتيوب ده مش مقدرك. مش مقدرك يا بنت. احط شوية الغسل على كتفي كده. ويلا يا بيت يا فوفة ايه. نشوري كده وشهيسي ومفرحي وزكتاتي يا بيت. خلصت هو. خلويس. ليسه. شوفوا. شوفوا. يوم واحد. يوم او يومين بالكتير. لو ما غسلتش تعرف البلكونة دي كلها تتميلي برا وجوه. ان الوقت يعني انسة نفسي اقولهم ايه البلكونتين. اقول يا رب بلكونتين ايه. بجنن العالم معي قصد هي البلكونة بس قصد المنشر اللي جوه والمنشر اللي برا. مجرد ما غسلش يوم ولا اتنين. خلص. تعرف انه دول هيتميلوا. هيبقى فيه غسل تاني حطه عسطور والله بالليل. فربنا هيخليهم يا رب ويحفظهم ونتعب وراهم. بس المهم ان احنا آآ النتيجة بقى نحصد خير كده. الحمد لله انا موضوع ابني دوت مفرحني جدا. انا احمدك وشكرك يا رب. طبعا بشكر الناس كلها اللي بركتلي. والناس كلها اللي فرحانة ان احنا آآ ورا زياد في حاجة زي كده. وهنا برضك. يعني كل واحد فيهم لي موهبة وعايز ان هو يكمل فيه ان شاء الله هنفضل ايه وراه. آآ مش معنى ان انا مثلا انا ما كملتش تعليمي يبقى لازم انا عيالي يطلعوا زي بالعكس. انا هحبي تعيالي يبكون احسن مني. آآ اللي انا ما عملتوش لنفسي عملوا ليهم. اللي انا غلطت فيه آآ اتعلم من خطأي واكون معهم هم آآ يعني انا بهم ده صح ده خطأ. لا مش مش همشيهم عن نفس النوط اللي انا مشلت عليه يعني ودلوقتي باندم يعني لأ. بالعكس. انا كده مبسوط. انا حاسة ان انا اتعلمت وفرحت وشفت كل حاجة حلوة. لما بلاقيهم هم قدامي الحمد لله. آآ بقوا احسن مننا احنا في يوم الايام. دي حاجة فرحنا جدا. ما كانش عندي بقى صابون. بعدت جبت اتنين كيلو صابون وفضتهم كده لاني انا محتاجة صابون كتير النهاردة. نحمي بيت تلاجة. تلاجة محتاجة حمية لأيد النهاردة. وبعدت جبت سلك الامونيا لحبيبتي اللي بتقول لي فين سلك الالمونيا وفاقه. بقا قلت والله العظيم يعني. بقولك والله العظيم تاريكم. انت بتاعيكم دي بتبحشني والله العظيم. بتقول لي فين سلك الالمونيا وفاقه هو. أولا تزهر. بعدت مش فاكرة ده ربع ولا تومني كيلو والله بعدت لعال جبو. وقلت برضك ايه اقطعه كده عشان ما كسلش ده بقى لي ويمين تحتر الخيمة وانا بيخاف مثلا ايه? ده لو جاي نقطة مية ولا حاجة تحتيه. تحتيه ايه? فيه قصدي. هيصدي على طول بمنتهى السهولة. طبعا محدش يعمل زي كل مرة اقول لكم كده. محدش يقطع بايديه زي ما بقطع كده. انا فهم انا بعمل ايه? السلك اللي بجيبه نعم جدا. وكمان بكفي ايديه كده انا بنايمه وانا بقطعه. لكن حد تاني ممكن لقدر الله يتعور. قديني قلتلكم عشان مركمش دعب اللي انا بعمله. انا متعودة خلص الحمد لله. المهم بقى انا بترماني السلك يا جميع انا نزلته اه حطيته في بتاع دي. انا هنا خدت السلكة عشان انا نضف بها التلية. اه بطرماني السلكة انا نزلته من على الحوض. حطيته فين? حطيته في الضرفة بتاعة المطبخ. اللي بحط فيها الكياس والكلام ده اللي هي بقول لكم اي حاجة حيرون اتحطها فين? احدف واغبط كده برجلك وقفليها زي ما بقولك كده. بتسميها ايه? ضرف ايه احدف وقلي. المهم قلت بقى احط البطرمان ده فيها لاني انا مش عارف الناس كتير اعترضت على حطة البطرمان هنا. قلت خلاص يا فوف بطلي مقوح. مش عارف انا اعمالها راديوك اوه مش عايز ازعع لك اوه يا جميع. مش عايز ازعع لك قبل ما امشي واسبكو انا مش عايز ازعع لك اوه. هنا بقى تلاجة فلنتينو. كان العيدة. بصد تلاجة يا جماعة من بهدلة ازاي? منساية ما نزل الحاجة عليها وهي من بهدلة كده. وطبعا موظم الحاجة اللي اطبقوا الحاجة اللي انتم شايفينها دي اتحبت مش عارف ايه على مدرك ايه الكلام ده. فقلت خلاص. كان عندي طبيق طبعا من مبارح فايد اللي هنكمل بالنهاردة ان شاء الله. وربنا يجعلها يا ربي دايما كده النعمة تكون موجودة الحمد لله كل خير عشان في ناس ايه لما اقول انا بعمل اكله ومن تقول لي انا بحبش هاكل الا الاكل صابح انا وايه يا ست انت حبي براحتك. احنا بنحبي ناكله بيت. هو على رأيي طبعا عندي. قلت لكم قبل كده وبيت عند حد غريب. فما ليش حبيبت. ربنا يجعلها نعمة ويحفظها من الزوال يا رب كلها نعمة. واحد انت بتحبك انا احنا عادي بالنسبة. الموجود والله نسخنه في الميكرويف نسخنه على البوتجاز وبناكل. الحمد لله. اصلا بص يا جماعة انا مش ايه انا على قد ما انا بقول لكم بحب المطبخ بس تي كل بنقدم ان انا عايز يريح يوم شوية من المطبخ فانا ما اجي اعمل طبيق زي كده اقول يومين عادي. اللي هيجرى يعني ولا عشان انا بطبيعتي قوي عن غيري فبتستغربوني شوية بعض منكم يعني مش كلكم. البومي بقى انا كده ايه فضيت كل الحاجة بباعت التلاجة وقلت هصبينها زي ما انتو شايفين كده. احنا في الدقيقة العشرين حطش لايك. حطش معلقة لستاني خد على كده خلاص. حطش لايك. اهو. بخسر اللي هي الارفف كده السغنانة الاول. وبعد كده بخش بقى على ايه الحاجات الكبيرة دي. يا الله يفوف. لاي نور عليك يا بتجي افوف. لابا بمسك التلاجة بحب امسكها ديها تنظيفة من اعماق اعماق وقلبي. من ايه? من اعماق و اعماق وقلبي. اهو. صبنتوا بقى كده وخليتوا فل شمعة من وراء كان في حاجات بسيطة فيه برضو فضيتها. اه في حاجات بايزة برضو رميتها كده يعني. لازم ان نعمل لها جرد كده ونزبطها ونشوف ايه اللي ليه لازمة ويه اللي مالوش لازمة والكلام ده كل. انا ليه بقى بصبين حكت التلاجة لتلاجة عشان في واحدة ليتي تب ما تصبيني التلاجة الاول. لأ. وممكن اللي عملت كده ممكن نسيت مش اكتر. لكن ده مش مبدأ اللي هو ايه? لأ احب اصبين حاجة التلاجة الاول عشان احطها في الارض تتصفى. يعني لازم ان تتصفى وكون شكلها صوفي كده ومش ملطشة. لما ايجي ادخلها التلاجة. وعبير ما صبيني التلاجة فالحوسى يا جميلة انت تكون ديها تتصفت ويتشكلها حلو. تكلمان اللي اللي المية عندنا مش حلوة القرفف دي تبقى امر. تبقى امر عن كده. المية مش مش بيتساعد برضو. مش بطلع عليك الحاجة صوفية كده وحلوة. خلص كده تمام. نخلص بقى بقيت حاجة البتاع دي كلها. اهو. بتخدش حاجة بالله. بس النظافة حلو. بقيت بقى وانا بعمل التلاجة اقول لنفسي اخيرا. اخيرا مسكتك وعملتك وانا بقالي يجي شهر اعمل اقول هعملك هعملي. هعملك هعملي. هحاجة متيبة والله العزيزي. الحاجة لما تقومي كده مرة واحدة من غير ما تفضلي ايه. ده انا بكرة عاملها. لأ. لأ. انه النهاردة تشغلت خليها بعد وكده مش هنيخلص. لأ. تقومي مرة واحدة. انا ما بفضل برضه اقول على حاجة حليني بقى لما بعملها بقى. والسرباب بتاع التلاجة انا عايز اقول لكم الجزء اللي تحت اللي انتم مش شايفينه ده بتاع باب التلاجة كانت بهدل قوي 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 حاجة صفرة كده نازلة فيه. فنظفته كان شكله صعب جد. هي كانت تلاجة فلانتين. فاكريني في فيلم ده. الممي بقى كده صب انتها تصمينا محترمة ومعي بقى اتنين من الفوتة كده. قلت شنديلة وبهدلة اخدت تانية كده. في الاخر جمعت شوية في وقت محترمين. وروح تغسلهم كده ايه دورة في الغستلة كده على استرية يعني. يهو. اول حاجة بحب ابتدي بها هي باب التلاجة وبعد كده اخش على التلاجة على طول. التلاجة من جوة مكتش بهدلة قدي باب التلاجة يعني التلاجة انا كانش نازل فيها قدي باب التلاجة باب التلاجة عشان تحت باب الفريزر على طول. فبينزل عليه هو الحاجة الاول. كان مبهدل جدا. نخش باعة التلاجة. ايهو. وقادي قاعدة. بقول لي نفسي اهو. وقادي قاعدة. بس كويس ان انا عملت الفريزر وخلصت منه. اه في حد يكتب لها قبل كده وفا بتعمل التلاجة وهي شغالة ولا هي مقفولة? لأ وهي شغالة. بوسوا يا جماعة ما بخافش ان انا عملها وهي شغالة. لأ بطلقش فيها مياه. زي ما انتم بتشوفوا غيري بيمسكوا بالجرادل ويدلقوا في التلاجة مياه. لأ دي تجي لها برومة. فلا طبعا لازم ان نحافظها على حاجة. هي مش مستهلة اصلا هي. انا شايف ان هي مش مستهلة. ادلق في الحاجة مياه كده ده ده معناها ان انا ايه بستسهل برضو يعني. براحة كده واحدها ده على حاجة. شوفوا الجهاز ده دلوقتي بكيف. هي شوفوا التلاجة دي دلوقتي بكم وعشرين الف. تمام? تمام. ولا انا بقول كلام كده. ده اللي انا سمعته يعني انا مش متابعة عشان مجربش عليكم. فالحاجة دلوقتي غالية جدا جدا. الاجهزة يا جماعة رايحة في دهية. اصعارها رايحة في دهية. فما نحافظها على الحاجة ليه? التلاجة باقتي اللي قبل ديت. انا بيعاها والله بكلام فارغ مادوش لازمة. بس بحالتها. نرسل اللي عارفاني عارفة ان انا بيعاها والله بحالتها. آآ لكن كانت صغرنا وكانت بيديني مبتشلش حاجة برض. ما ببعلكم عارف السلامة. واحبكو جدا.